دعوة للضلال ودعوة للشرك برضو لقى سالفيين هناك نجموك تم ونفسو مهمتا؟ فهذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الأمة الأمة ما ضاعت إلا بالشرك وانتشار الشرك تقالت ضيع الأمة شنو؟ وضيع الأمم شنو؟ وربنا تبارك وتعالى رسل الرسل عليهم الصلاة والسلام رسلهم أن يحاربوا الشرك بالله تبارك وتعالى ما رسلهم لحاجة تانية ربنا تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربنا تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى التوحيد وأن يحارب الشرك بالله عز وجل أي ذول الليلة شغال دعوة للإسلام بتدعو إلى التوحيد ولا حاجة تانية عبد الحي يوسف قايم به تجاه تاني والإسلام وهم العدو فاحذرهم العدو دي المناء عبد الحي من هم العدو أعداء في مجال أو في في معترك سياسي بالنسبة له ما بتعدين أعداء الإسلام هم الذين ينشرون الشرك دي الأول ناس أعداء الإسلام الصوفية السمانية والبرهانية والنقشبندية والتجانية والتسعينية والركينية والبرهانية والختمية أي طريقة صوفية في البلد دي وغيرها وينشر الشرك صراحة بره ما دع سنه بره القباب هديك لا في قباب دع سنه عمل الله حاجة كده ما تشوفها مثلا في شرك الليلة دع سنه في التلفزيون شغالين في اللزاعات شغالين في المساجد شغالين وقتده أنه نحن ما نشتغل يا صوفي ها والله نتكلم في أبوك الشيخ البرعي ونتكلم في أبوك الشيخ الكباشي لحد ما الناس كلها تعرف إنه هؤلاء الطواغيت لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورة كلهم ديل البرعي لحد ما مات لحد ما مات أولا تزعل من الكلام ده ما عجبك تخارج بس تهانا شاهدك شاهدك جبتك هنا دي ضربت لك قلت لك تعال مجد قاطع الكلام ما عجبك تخارج قصه ممكن عادي ما يعجبك يعني البرعي لحد ما مات يمتع بيدعو الناس إنه يعبد الشيخ ويعبد الأولياء ويطوفوا بالقباب قوماك نزاور للأولياء الأخطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر ده البرعي لحد ما مات مات على العقيدة دي وبيدعو الناس للعقيدة دي والخلفة بتاعنوا عبد الرحيم وميما عارف ليك كلهم بيدعو للعقيدة دي وكل الصوفية بيدعو لعقيدة البرعي وعقيدة الكباشي والصاهمديم وغيرهم فلا بد أن نزلت حاربوا لأنه ربنا تبارك وتعالى ما أمرك أن تدعو أحداً إلا الله تبارك وتعالى الله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً ربنا تبارك وتعالى قال وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وربنا عز وجل قال البناد غير الله مع الله تبارك وتعالى دكافر بر الإسلام بر الدين إنتا ربنا عز وجل قال ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون والله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والله قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن عصابه خير اطمأن به وإن عصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فلبئس المولى وبيئس العشير إنتا ده التوحيد الجه في القرآن الكريم ده التوحيد الدعولي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أجله قاتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم الليلة دار واحد يتكلم لنا عن الإسلام ويدعو للإسلام وما يدعو للتوحيد أي ذول ما يدعو للتوحيد فاشل وذول سفيه في النهاية وذول دار يكبر كومه وذول دار يأكل باسم الدين ويتاجر بالدين ما عندك تفسير تاني لأنه ربا عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه أي ذول ما يدعو للتوحيد مخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الليلة بلد الصوفية نشر فيها الشرك أمشي الولايات أمشي القرى في الخرطوم دي ما تطلع بعيد في كم طريقة وفي كم قبة الركينة في الكلاقلة صاهم دي ما في مبدأ اتنين صاهم دي ما ون وصاهم دي ما تو واحد في مبدأ الرابعة واحد في مبدأ الخمستعشر ما عارف المميزات شنو دا كم قيقوا دا كم ما عارف مين في فريق ومشاكلين في النهاية أنا الخليفة إتا الخليفة لا لحقتنا وحقتكم في السمانية تلتمائة الف طريقة سمانية جناح البرعي جناح مين جناح طق ومتى الركينية القادرية أربعمية طريقة يأتوا فيهم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام منو منو فيهم طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام البرهانية بينك في السوق الشعبي السوق الشعبي الخرطوم عندهم ضريح بسموه المغام مغام المغام دا ربا عز وجل ذكروا في القرآن وذكروا مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلى دا المسمين المغام مغام الشيخ بتاع الشيخ البرهاني بتاعهم الطاغوت الان الراقت جنب السوق الشعبي تلاتة قبور تلاتة قبور انت خاتنهم وعندهم طريقة معينة تجي خاشبات استلم بيدك الشمال يازال اندار استلم باس وتليف كده وكتجي راجع تدي الشيخ ظهرك والله اجت ما تدي شيخ ظهرك ترجع بالخلف تقول في امتح الرخصة ترجع بورها والله اجت دليب الان بالدين في البلد دي واتضيع البلد واتضيع الدين في السودان الصوفية زمان كان برعاية الكيزان قاتلهم الله حيثوا ما حلو انت والان برعاية العلمانين انت كلام ولا فهمته جوه عينك الكلام ده فاهم ولا ما فاهم الان برعاية العلمانين عشان كده نحن بنرجم الصوفية دهل خليم تشتي كوركو كلهم الصوفي لما تتكلم فيه والعلماني لا هذه من الحريات وطبعا من التعددية الدينية والتعددية الثقافية يا زول بالله وهؤلاء هم اخوانكم يا زول الصوفية ما اخوانا نكلمه صوفي اي صوفي صوفي عديل ما اخوي ولا اخوش تكذاته ولم نبقى اخوان ولا دار ابقى اخوك ولا تخاويني ولا دار اشوف خلق تكذاته مش صوفي بتنادي الشيخ عغلتك في البرعي والكباشي والصاهم دي موديل ما اخوانا ربنا تبارك وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله الله بقولنا ديني انت بتقولنا دوا الشيخ الله بقولي تكلوا علي انت بتقولي تكلوا على الشيخ الله بقول انا بعلم الغب انت بتقول انا بأعلم الغب زي ما قال الشيخ اللامن الدجال المجرم قال انا اتجاي بكرamas باعرفه لكن ابوي الشيخ باعرفه دا دا دي حقيقية الكفرية فيمتك بالأمالة فيمتك قبل فترة جايب انو مصور مع واحد نصراني كافر همتا معارف تابع للأقباط ولا تابع للأتوكنيسة من الكرايس كله في النهاية باطل وشرك جايب إنهم مصورين تحت شعار التسامح الديني يا ظل ما تسامح ديني ده زيك واحد بس ده بلون تاني نفس الشركة ولا نفس الدهوة لكن بس شركة مختلفة كلهم واحد كلهم عقيدتهم في غير الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله أندادا واتخذوا من دون الله أولياء واتخذوا من دون الله شفعاء كلهم نصارى صوفية غيرهم فالليلة ده اللي بيعلموا الناصر على العقاية دي عشان كده العلمانين بيجيفوا معهم وبجيفوا معهم الجمهوريين هيمتا؟ وبجيفوا معهم الأشيوعيين وبجيفوا معهم حزب اللمة وبجيفوا معهم غيرهم غيرهم كلهم بيجيفوا مع الصوفية ليه لأنه باطل وده أكبر باطل في البلد دي داير تنصر الدين داير تنصر الإسلام اتكلم في التوحيد حارب الشرك بالله عز وجل يا اخي ما ممكن ربنا تبارك وتعالى يخلق الخلق ويرزقهم ومتى وبعده يجي ينادو ينادو غيره بعده يجي ينادو غير الله تبارك وتعالى حسن كده ربنا عز وجل قال ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم حسن ما تجي يا صوفي تقول له العيات دي نزلت في الأصنام يازل تنزل فيك صاقع تكتم نفسك دي نزلت في الأصنام الله قال ان الذين تدعون من دون الله عباد ما قال أصنام عباد أمثالكم اتصنم يا صوفي اتصنم لا الله قال أمثالكم اللي بتدعون دي العباد زيك واحد البراع زيك ولا ما زيك البراع عندو كم كرع كم زيك واحد صح الله قال ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الله قال ما بيستجيبوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ها السيكوريك للبرعي ها السلي ما تغالدنا كتير ها السيكوريك للبرعي عندو قال البراعي الوهابية دي اللي تكلموا فيك أنفخهم قاعدين هذا دارب قسمين ذاتي أنفخ ما بيقدر الله قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم والله تدعو لا تلفهم ما يسمع إنت ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيوك مثل خبير إيه تكلميت دا التوحيد ودا الشرك بتاع الصوفية الليلة في كربك عنده بدغيثت جنده قم يا أخي ناديهم لي رجال الله البذيل البي وقبل فوق تنادي أهل الزوك وقبل وراء نادي بشرة ونجروا لهم واحد كرت قال يا حجر جبرة من الهبرة والله جد لما أعرف شاهدتين لكن بنشوفوا ما أعرف تابع لها الشركة من شركات الشرك والضلال في هذه البلاد فخلاصة الموضوع أن الدعوة الصحيحة هي دعوة التوحيد لأنها دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خالفها فهو على باطل وعلى بدع الليلة في الجمهورين جل طلعوا جداد جداد قاعدين من بدري لكن يا داب ظهروا مرقت لهم روس همتى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطعها الآن عاملين فيها هم ما بيتكلموا عن الإسلام والإسلام عنده رسالة زمان قل لك هياه لك ده زمان رسالة جبهها الرسول عليه الصلاة والسلام ورسالة جبهها واحد بليد همتى كافر مرتد اسمه محمود محمد طه جوا نخرتك ما عجبك أمشي أعمل أي حاجة عنده مواحد قنطره من بر السودان من ربا اسمه أحمد الدالي عمك كبير همتى وده طبعا عندهم هم هم مع صوفية صوفية بس بدلو كرفيتات لكن صوفية داك بيكاشكوش وده بيكارفيتة صوفي برضو داك جابه من بره أحمد دالي قنطره من بر السودان جاهنا وده مزوج بيت محمود محمد طه زاته ما اسمه واحدة تانية اسمه سمية ولا فطوة ما عارف ما الدينة له وطبعا ابوك الشيخ لما يديك بيته معنات تزول كويس صح؟ داك عبزول يلا دا أك عبزول عند الجمهورين أحمد الدالي داك جابه دا يطعم في الإسلام ويطعم في الدين وكفر الناس يلت قال كلهم مبصلوا وكلهم على غير الإسلام يا أزول قال نازل كله ما قاعد تصلي وقال لازم الإسلام نغير الدين بتاعنا دا والدعوة دي لازم نغيرها قال لأنه ما ممكن أنا أجي أقدم دعوة لوحدة خواجية ذكر ليسي محدة ما عارف اسمه جين ولا جون ولا ما المهم مصيبة من المصائر دي قال ما ممكن أجي أقدم لها دعوة أقول لا لكن أنا بعرسك وبعرسك تاني إطالاتة إن شاء الله وقال ما ممكن ليه ما ممكن أي واحد مرته هرشته يقول لك لا التعدد ليس أصلا في الإسلام لا لا أصلا في الإسلام وعندهم أباطيل كثيرة وعندهم ضلال كثير المنبر لا يتسع وفي الشيخ شهاد عوض أنا أقدمه إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر